تاني خاصية في عدسات النظارة الشمس انها تكون حاجة اسمها polarized كلمة polarized يعني العدسة دي معالجة بطريقة بتقلل الوهج بتاع الضوء وتقلل التشتت بتاع الضوء بطريقة معينة الطريقة دي استوحوها من زمان الناس اللي هما الصيادين اللي في الاسكيمو كانوا بيلبسوا نظارات كده ليها سلت صغير كده عشان الناس دي كانت بتصطاد في الجليد فالجليد ده بيعمل انعكاس للأشعة بالذات لما بتبقى في مستوى أفقي فالعدسة الـ polarized مصممة بحيث ان هي بتعدي معظم الأشعة اللي بتيجي عمودي على العدسة في بلين معين وتعمل منع جزئي للأشعة اللي بتيجي أفقيا العشعة اللي بتيجي أفقيا دي بتبقى منعكسة من طريق من مكان مفتوح من واحد بحار العدسات دي بتقلل الوهج بتاع الضوء وبتقلل الانعكاس بتاع الضوء بالذات للناس اللي بتبص على أفق بعيد يعني واحد بيسوق عدد ساعات طويلة على الطريق حتة اللي هي الصراب اللي بتحصل وانعكاس أشعة الشمس على الأسفلت وبصص قدام الطريق العدسة الـ polarized بتخلي الرؤية بتبقى أهدى وأحسن وما تخليش فيه الانعكاس ده وتيدي السواء مثلا أو مثلا واحد بحار مثلا بيبص على الأفق واحد الناس اللي هي اللي بتنظر في أفق ممتد في عدسة النظارة polarized ولا لأ بنحرك شوف شاشة الموبايل بالعرض كده بتبدأ العدسة تمنع خالص وجود أشعة هنا برضو شاك للنظارة بالعدسات polarized هنا من غير الانعكاس على سطح المية مش مبين لنا حاجة تحت سطح المية بين لكن لما يحط عدسة النظارة polarized بدأ تبين الأسماك اللي تحت المية عيمة عشان هو بيقلل الانعكاس من على سطح المية هنا ما راجع شالها تاني اختفت الأسماك وهنا ترجع تزهر تاني فدي فايدة الخاصية دي للنظارة اشتركوا في القناة